موسيقى صباح الخير وهذه نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء من الميادين وفيها موسيقى جيش الاحتلال يعترف بخسائر جديدة في معارك جنوب قطاع غزة وشماله وقصف مستمر على خان يونس وسط الشباكات ضارية موسيقى موسيقى إصابات واعتقالات في اقتحام جيش الاحتلال مدنا في الضفة وانسحاب قواته من مخيمي تول كرم ونور شمس بعد عدوان استمر 45 ساعة أسفر عن ثمانية شهداء موسيقى المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف خمسة مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود مع فلسطين المحتلة موسيقى نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة كيم رينجر الأمريكية موسيقى إصابات مباشرة في عملية جديدة للقوات اليمنية في خليج عدن وواشنطن تقر بأن ضرباتها لن توقف الرد اليمني في العراق المقاومة الإسلامية تستهدف القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل والسوداني يؤكد أن انتهاء مهمة القوات الأجنبية في بلاده ضرورة لأمن البلاد واستقرارها ضرورة للأمن واستقرار العراق وأيضا أهلا ومرحبا بكم تستمر آلة الحرب الإسرائيلية في نشر الدمار في كل أنحاء قطاع غزة لليوم الخامس بعد المئة مع ارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 25 ألفا فيما يستمر القصف الإسرائيلي في التركيز على محافظة خان يونس جنوب القطاع بالتوازي مع اشتباكات ضارية أسفرت عن ارتفاع حصيلة الخسائر خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي تصدى مقاومون فلسطينيون لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة حيث تدور اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر جانبا من الاشتباكات بالتوازي أفهدت مصادر محلية بوقوع اشتباكات عنيفة في منطقة بطن السمين في خان يونس جنوب القطاع وفي خان يونس أيضا تعرض موحيط مستشفى الأمالي التابع لجمعيات الهلال الأحمر الفلسطيني لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف ما أدى إلى تناثر شظايا على مركز إسعاف الجمعية وفي غرب خان يونس تشهد خمسة فلسطينيين وأصيب ثمانية آخرون بجروح من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة القاضمي موسيقى 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 جيش الإسرائيلي اعترف هذا الصباح بمقتل جنديا من سرية النخبة في قفعاتي بعد أن أصيب قبل أيام في معركة جنوب قطاع غزة جيش الاحتلال أشار أيضا إلى وقوع ثلاث إصابات خطيرة في صفوف جنوده إثنتان منها في وسط قطاع غزة والثالثة في شماله وبذلك يرتفع عدد القتل من الجنود والضباط الإسرائيليين المعترف بهم إلى 529 منذ معركة تفان الأقصى من بينهم 193 قتلوا منذ بدء التوغل البري وتواصل المقام الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال في محاور الاشتباك في غزة كتاب القسام على التفجير فوهة نفق بقوة إسرائيلية راجلة واستهداف دبابة ميركافة إسرائيلية يعتليها ثلاثة جنود بقذيفة اليسين 105 شرق حي التفاح بمدينة غزة ونشرت القسام مشاهدة من التحام مجاهديها مع جروض الاحتلال وآلياته في حياة التفاح والدرج بمدينة غزة يلا توقعون من العلو أكبر يوميكا موسيقى موسيقى كما بثت القسام مشاهدة من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المباني في جباليا البلد شمال قطاع غصة موسيقى 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 أعنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء ما لا يقل عن 172 شهيدا وإصابة نحو 326 أخرين في 15 مجزرة ارتكبها الاحتلال في القطاع خلال الساعات الماضية ما يرفع حصيلة العدوان إلى 24 ألفا وستمائة وعشرين شهيدا وواحد وستين ألفا وثمانمائة وثلاثين إصابة موسيقى استشهد مدير فضائية القدس اليوم السحفي والفنونة بقصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة بحسب ما أفد به مراسل الميادين وباستشهاد الزميل فنونة يبلغ عدد الشهداء الصحفيين من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من 21 أكتوبر الماضي يبلغ 119 صحفيا قال المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان إن تصديق الكنيسة الإسرائيلية على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة لقاء محاميهم أربعة أشهر إضافية ما يعني إطفاء غطاء قانوني على جريمة الإخفاء القصري بحق آلاف المعتقلين وفي بيان حذر المرصد من أن الاستمرار في إخفاء المعتقلين قصرا قد يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له منذ لحظة الاعتقال وخلال الاستجواب والاحتجاز منطقة أبو هولي الواقعة شمال مدينة خان يونس أحد المناطق التي خاضت فيها المقاومة الفلسطينية أعنف المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت أحياء سكنية كاملة وارتكبت مجازر بحق الأبرياء مراسلنا أكرم دلول جال في المنطقة وأعد التقرير التالي نحن هنا في منطقة أبو هولي الواقع شمال مدينة خان يونس على هذه الشاكلة دمرت آلة الحرب الإسرائيلية هذه المنطقة كانت هناك منازل وكذلك مصالح تجارية واقتصادية تعرضت للتدمير بشكل ممنهج من قبل آلة الحرب الإسرائيلية هذا المكان هو نموذج مصغر لما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا في قطع غزة الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى هذه المنطقة وكانت هذه المنطقة واحدة من مسارح الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي ما يقول لك كنا نزحين في الدير إحنا فأرجعنا هاي أول رجع والله أول منظر شايف لا في حجر ولا شجر ولا بيت ولا إشي مش عارف العالم وين بده ترجع وين بده تعيش مش عارفينش نقول والله الكلام بعجز عن المنظر اللي انت شايفه بعينك أصلا والله مجازر مجازر يعني يعني ولا بيت ولا أرض ولا طفل ولا مراء لوضاع سيئة جدا سيئة سيئة جدا قد ما تصور سيئة جدا لوضاع إذن هي إسرائيل كعادتها لا تستقوي إلا على المدنيين العزل تفشل عادة أمام المقاومة فتصب جم غضبها وعدوانها على عائلات بأكملها تشير المعطيات إلى أنها تعرضت للإبادة في هذه المناطق مع العلم أن هناك تأكيدات بأن أطفالا ونساءا ما زالوا تحت ركام هذه البنايات التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية من دون أن تتمكن حتى الآن سيارات الإسعاف من الوصول لهذه المناطق أكرم دلول غزة الميادين وفي ظل تواصل العدوان على غزة يفاقم ملف الأسرة ذا المقاومة الأزمة السياسية في إسرائيل عائلة الأسرة نظمت تظاهرة حاشدة في تل أبيب كما قامت بقطع طريق آيالون الرئيسي وطالبت بإبرام سفقة تبادل جديدة لإعادة أبنائها قبل فوات الأوان وهددت بتوسيع دائرة الاحتجاج للضغط على الحكومة من أجل إغلاق هذا الملف قال الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن الحرب في غزة ستستمر أشهرا إضافية حتى تحقيق أهدافها المتمثلة فيما وصفه بالانتصار الحاسم على حماس واستعادة الأسرة وأضاف نتنياهو أن وقف الحرب قبل تحقيق الأهداف سيكون بمنزلة رسالة ضعف ويضر بإسرائيل لأجيال قادمة لافتا إلى أنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو ما بعد الحرب نقلت وسائل علامة إسرائيلية عن رئيس أركاني جيش الاحتلال السابق وعضو الكنيسة جادي آيزنكوت قوله إن ما يتحدث أو ما يتحدث عن الهزيمة المطلقة لا يقول الحقيقة وأشار الأعلام الإسرائيلي إلى أن آيزنكوت ينتقد تعهد رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بهزيمة حماس بشكل كامل ما يوحي بأن مثل هذا الخطاب غير واقعي وأضاف آيزنكوت أن أهداف الحرب لم تتحقق بعد لكن عدد الجنود على الأرض أصبح الآن محدودا أكثر داعيا إلى التفكير في الخطوة التالية وفق تعبيره إلى الضفة الغربية حيث انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تول كارم بعد عدوان وحصار استمر 45 ساعة أسفر عن ارتقاء ثمانية شهداء كما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الأهالي أهل تول كارم برصاص قناصة الاحتلال وخلال عدوانها على مخيمي تول كارم ونور شمس فجرت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين ومنشآتهم بعد تفخيخها وإجبار سكانها وسكان المنازل المجاورة على إخلائها تحت تهديد السلاح ما تسبب في إحداث دمار كبير فيها وبالأبنية المحيطة بها وانتشار الدخان بشكل كثيف في سماء المنطقة وفي الضفة أيضا أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال في مدينة سلفيت خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة هذا واعتقلت القوات الإسرائيلية شابا في بلدة طمون جنوب طباس بعد دهم منزله ومنازل عدد من سكان القرية كما اعتقل الاحتلال شابا فلسطينيا في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل وشابين آخرين من بلدة كفر قليل جنوب نابلوس كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية بيت فوريك شرق نابلوس وبلدة الظاهرية جنوب الخليل إضافة إلى بلدتي قبيا وبدرس غرب مدينة رام الله إلى الجبهة الشمالية حيث استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وموقع السماقة في تلال كفرشوبة ومزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة كما استهدفت المقاومة أيضا موقعي المالكية وبركة ريشة وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة أجميت الأعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان نشر فاصلا بعنوان رمات ماهرون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة في إطار الحرب النفسية التي ينفذها حزب الله وصلت رسائل نصية ومقاطع فيديو إلى هواتف المستوطنين في الشمال تحذرهم من مغبة الحرب مع حزب الله هذه الرسائل تسجل انتقالا إلى مرحلة أوسع في الحرب النفسية فهل تستطيع إسرائيل تحمل نتائجها؟ نتابع الحرب النفسية ميدان آخر يستخدم في حزب الله أسلحة من نوع خاص تماما كما تتقن المقاومة المواجهة العسكرية والحرب الأعلامية باستثناء التوثيق بالصورة لكل العمليات التي تظهر المواقع والجنود الإسرائيليين بكل وضوح قبل استهدافهم وبعده بشكل لا يحمل التشكيك برز أخيرا وصول فيديو ورسائل نصية إلى هواتف المستوطنين ورؤساء المستوطنات في الشمال تحذرهم من مغبة الحرب مع حزب الله اللافت في هذه الرسائل أنها وإن كانت معممة على المستوطنين وصلت إلى رؤساء المستوطنات والمسؤولين المحليين كرسائل شخصية لكل منهم تشير إلى نقاط معينة تخص شخص كل واحد منهم وهو ما يكشف مدى الطلاع المقاومة الإسلامية على تفاصيل الوضع في الشمال الرسائل النصية والمصورة تحث المستوطنين ومسؤوليهم على تجنب الدعوة إلى حرب مع حزب الله حفاظا على أمنهم ومستوطناتهم وهي تتضمن مشاهد سقوط صواريخ في الشمال مع أصوات سفرات الإنذار ومشاهد حرائق نتيجة سقوط صواريخ هذه الرسائل التي تسجل انتقالا إلى مرحلة أوسع في الحرب النفسية تأثيراتها كبيرة وواسعة ولا سيما في ظل غضب المستوطنين على حكومتهم واتهامهم لها بالتخلي عنهم إفراغ الشمال من مستوطنيه تسبب بالفعل بخسائر اقتصادية هائلة مع إغلاق الأعمال وبقاء الحقول الزراعية من دون رعاية ما يعرض جداول الإنتاج الزمنية للخطر عشرات الألاف الذين فروا من هذه المناطق يرون مع استمرار المواجهة عودتهم أبعد من أي وقت مضى الرسائل الصوتية الأخيرة تؤكد لهم أن اليد الطولة هي للمقاومة وليست للحكومة الإسرائيلية يقول الأعلام الإسرائيلي في هذا الإطار إن جزءا من الحرب هو الحرب النفسية والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بارع جدا في هذه الحرب محللون إسرائيليون رأوا في وصول فيديو ورسائل نصية إلى هواتف المستوطنين ورؤساء المستوطنات في الشمال دليلا على أن الحزب مطلع ويعلم جيدا ما يجري هناك منال إسماعيل ميدان جديد من ميدين الحرب النفسية بين حزب الله وإسرائيل كشفت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية وقادة مستوطني الشمال في فلسطين المحتلة في إشارة إلى تلقيهم على هواتفهم رسائل نصية ومصورة تحمل تهديدات لهم وتحثهم على تجنب الدعوة إلى حرب مع حزب الله حفاظا على أمنهم ومستوطناتهم ومصالحهم هناك قصة غريبة حصلت في الشمال عدد غير قليل من السكان تلقى رسائل عبر الواتساب والتليجرام من عناصر حزب الله على ما يبدو تظهر فيها مشاهد سقوط صواريخ في الشمال صفارات انذار وحرائق نتيجة سقوط صواريخ في مستوطنات الشمال فيلم دعائي وكتابات أيضا يفترض أن تثير الخوف في الموازات وفي خطوة عدها معلقون دليلا على اطلاع حزب الله على ما يجري في الشمال ومعرفته بدقة كل هدف يهاجمه وصلت رسائل نصية خاصة إلى هواتف رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات الشمالية في الأيام الماضية تلقى سكان الشمال آلاف الرسائل المختلفة مع تهديدات من حزب الله لكن الجديد هو الرسائل النصية إلى هواتف رؤساء السلطات المحلية وانظري كيف أنهم يعرفون كل أمر رئيس مستوطنة مارجليوت الذي أصاب صاروخان مزرعة دجاج تابعة له تلقى رسالة تقول له إنه نجى بمعجزة وإنهم لن يفوتوا الهدف في المرة الثالثة هذا يدل على أنهم يعلمون كل شيء إلى المستوطنات الخالية والمنازل المهجورة في شمال فلسطين المحتلة خوفا من صواريخ حزب الله جاء الفيديو والرسائل النصية الذين وصفهما محللون بالإرهاب النفسي للمستوطنين ليزيدا من قلق من رحل وخوف من بقي من المستوطنين في الشمال منال إسماعيل الميادين أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف القوات البحرية السفينة كيم رينجر الأمريكية في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر بعون الله تعالى وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة كيم رينجر الأمريكية في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة وأن منع الملاحة الإسرائيلية المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز وتأكيدا على استمرار الدعم والإسناد لإخواننا الصامدين في قطاع غزة والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلة والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة القيادة المركزية الأمريكية أكدت استهداف القوات اليمنية للسفينة التجارية الأمريكية أم في كيم رينجر بصاروخين باليستيين مضادين للسفن وقالت سانتكوم في بيان إن السفينة ترفع على مجزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان حيث لاحظ التاقم ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السفينة من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار وفق زعم البيان وكان الجيش الأمريكي قد أعلن إسقاط صاروخين مضادين للسفن تابعين لأنصار الله كان يجري إعدادهما لإطلاقهما في البحر الأحمر وفي بيان اعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك تهديد وشيك لسفن الشحن وسفن البحرية الأمريكية في الممتقة أكد قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي أن التصنيفات الأمريكية لن تقلق اليمنيين ولن تؤثر في الموقف اليمني إزاء الدعم والإسناد لطفان الأقصى مشيرا إلى أن الولايات المتحدة آخر من يحق له تصنيف الآخرين بالإرهاب ألم يبتدئ هو بالعدوان المباشر على شعبنا ثم يأتي هو ليصنف الذين يعتدي عليهم ويظلمهم ويقتل منهم بغير حق يصنفهم بالإرهاب وهو منبع الإجرام والإرهاب والطغيان الأمريكي أصلا لا يمتلك الأهلية لأن يصنف الآخرين بأي تصنيف هو في وضعية لا أخلاقية لا إنسانية لا يمتلك شيئا من القيام هذه الخطوة هي تأتي في سياق حماية الإجرام الصهيوني فقط هل يمكن أن نقلق منها حتى لا يترتب عليها غارات هو ابتدأ بالغارات قبل التصنيف ولذلك ليس هناك ما يمكن أن يقلقنا أو أن يؤثر على موقفنا السيد الحوثي أشار إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني هو ضد الشعب اليمني الذي لا يبدل موقفه المناصر لغزة وأن هذا العدوان سيدفع صنعاء إلى تطوير قدراتها العسكرية الموقف هو موقف شعبنا والعدوان هو عدوان على شعبنا والحرب التي تورط فيها الأمريكي والبريطاني هي حرب ضد شعبنا العزيز هذا العدوان أولاً لن يغير من موقف شعبنا والتزامه الإيماني في مناصرة الشعب الفلسطيني وسكان غزة والاستهداف المستمر في السفن المرتبطة بإسرائيل ولذلك نحن نؤكد للعالم أجمع أن العدوان الأمريكي البريطاني سيسهم أكثر وأكثر كلما استمر في تطوير قدراتنا العسكرية بشكل أفضل أنا أقدم البشرى لشعبنا هناك فعلاً خطوات خطوات ملموسة من الآن في تطوير قدراتنا العسكرية لن يؤثر على معنوياتنا شيئاً شعبنا هو شعب مجاهد وشعبنا واجه عدواناً لتسع سنوات وذلك العدوان بإشراف أمريكي السيد الحوثي جدد تحذير كل الدول من التورط مع أمريكا وبريطانيا في العدوان على اليمن وعلى الشعب الفلسطيني أكد أيضاً من جديد الدعوة لكل الدول في الحذر من التورط مع أمريكا وبريطانيا في العدوان على بلدنا وفي العدوان على الشعب الفلسطيني أمريكا تسعى لجر بقية الدول إلى المشاركة والإسهام المباشر في العدوان على الشعب الفلسطيني ورط ألمانيا تدخل في مواقف خطيرة عليها وسيئة جدا تسهم بشكل مباشر في قتل الشعب الفلسطيني بقذائف الدبابات وبتقديم أشكال أخرى من الدعم للإجرام الصهيوني وهذا ما تريده أمريكا تريد من الآخرين أن يقفوا معها لدعم الإجرام الصهيوني السيد الحوثي قال أن أمريكا وبريطانيا وإسرائيل هي ثلاثي محور الشر ورأى أن المواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي نعمة كبيرة ولا تخيف الشعب اليمني مسألة أن أمريكا وبريطانيا دخلت في الحرب بشكل مباشر وأننا أصبحنا في مواجهة مباشرة بيننا وبين الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي هذا شيء لا يخيفنا إطلاقا بل ارتحنا لذلك كثيرا وحمدنا الله تعالى على ذلك على هذه النعمة الكبيرة على هذا الشرف العظيم أن نكون في مواجهة مباشرة بيننا وبين الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني الذين هم أم الإرهاب وجذور الإرهاب ومنابع الإرهاب وهم منبع الشر والإجرام والطغيان وهم أشر خلق الله ظلما وطغيانا وإجراما وفسادا في الأرض أكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الغارات الجوية على اليمن لم تؤدي إلا إلى تفاقم الفوضى في الشحن جنوب البحر الأحمر من جهة أخرى رأت بلومبرغ أن الضربات الصاروخية الإيرانية تحمل تحذيرا لإسرائيل مفاده أن طهران مستعدة لدخول المعركة بنفسها عندما تتعرض للضغط من جهته أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات الأمريكية ضد أنصار الله قد لا توقفهم لكن واشنطن مستمرة في تنفيذها من جهتها اعتبرت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينغ أن ما تقوم به واشنطن مع شركائها في البحر الأحمر هو دفاع عن النفس لا نحن لا نسعى للحرب لا نعتقد أننا في حالة حرب ولا نريد أن نرى حربا إقليمية أنصار الله من الذين يواصلون إطلاق صواريخ كروز والصواريخ المضادة للسفن على البحارة الأبرياء وعلى السفن التجارية التي تعبر منطقة تشهد كما تعلمون عشرة إلى خمسة عشر في المائة من التجارة العالمية وإن ما نقوم به مع شركائنا هو الدفاع عن النفس أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق بالطائرات المسيرة المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت استهداف قاعدة تأهيم الأمريكية التي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي في سوريا بواسطة المسيرات واستمرارها في عملياتها حتى وقف العدوان واعدة بمزيد من الضربات نصرة لغزة من جهته عفوا جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني دعوته إلى رحيل التحالف الدولي ضد داعش من العراق معتبرا في مداخلة له في مؤتمر دافس الاقتصادي أن انتهاء مهمة هذه القوات الأجنبية ضرورة لأمن البلاد واستقرارها بدأنا بتنفيذ التزام قدمته الحكومة أمام مجلس النواب عند التصويت على الكابينة الوزارية والبرنامج الوزاري ما فات هذا الالتزام أن نجري حوار مع التحالف الدولي لترتيب انتهاء هذه المهمة وهذا ما كان محور زيارة وفد عراقي برئاسة وزير الدفاع إلى واشنطن في آب 2023 والاتفاق الذي حصل بتشكيل لجنة ثنائية للبدء بالحوار وترتيب انسحاب المستشارين الدوليين لكن أحداث السبع أكتوبر أوقفت الاجتماعات التي كانت افتراب أن تبدأ اليوم وبعد التداعيات والاحتداءات التي تحصل على المقرات الأمنية العراقية نحن أمام استحقاق وهو المباشرة فورا لبدء بهذا الحوار للخروج بتفاهم حول ترتيب جدول زمني لانتهاء مهمة المستشارين الدوليين انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة للأمن واستقرار العراق وأيضا ضرورة للحفاظ على علاقات ثنائية بنائة بين العراق ودول التحالف الدولي على وقع العدوان على غزة والمستجدات في المنطقة قواعد اشتباك ومعادلات ردع ترسم من جديد جبهات المشاركة والإسناد تشهد تصاعدا في وطيرة العمليات ونوعيتها ومداها فيما تنخرط الولايات المتحدة بشكل مباشر في المواجهة عبر العدوان على اليمن والاستهدافات في سوريا فاطبا قاسم مع تجاوز عدد أيام العدوان على غزة منعطف المئة وما شهدته من محطات من التصدي على مختلف الجبهات يتحرك المشهد إلى قواعد اشتباك جديدة ومعادلات ردع توافق المستجدات هنا الأهم هو التوقيت والعنوان والأهداف الأمريكيون سارعوا إلى إرسال المدمرات للتهديد والتحذير مما غبت فتح جبهات جديدة لمساندة قطاع غزة بغية الفسح في المجال أمام إسرائيل لارتكاب ما ارتكبته من تدمير وإبادة محاولة فاشلة لم ترق إلى مستوى التحدي حزب الله أخذ زمام فتح الجبهة الأولى من جنوب لبنان التحدي موجه إلى الإدارة الأمريكية ويضرب بتهديداتها عرض الحائط وما لبثت أن بدأت المقاومة العراقية باستهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق ثم شرعت القوات المسلحة اليمنية في رفع السقوف بإرسالها المسيرات والصواريخ إلى ميناء إيلات لتترسخ إثر ذلك معادلة جديدة تمنع بموجبها السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر ثم السفن التي تحمل بضائع إلى فلسطين المحتلة فكانت قوة الردع هذا ذريعة لتحرك الأمريكيون لتشكيل حلف رفضت مصر والسعودية ودول أوروبية المشاركة فيه في ضربة قاسية للحسابات الأمريكية تلاها قرار بعدوان أمريكي بريطاني على اليمن ولا يقل أهمية في هذا السياق كلام وزير الخارجية السعودي في دافوس عندما ربط بين الهجمات في البحر الأحمر والعدوان على غزة ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ثقة محور المقاومة بقدرات صنعاء وبيروت وبغداد ودمشق وبالمقاومة في غزة جعل إيران ترفع من منسوب أبعادها الاستراتيجية عبر ضربات صاروخية استهلتها من شمالي العراق باستهداف قاعدة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد في أربيل وكذلك على قواعد المتشددين في شمالي سوريا ومناطق حدودية باكستانية في قطوة استباقية لاستهداف مقار تنظيم متشدد وليس آخر ما أعلنته مصادر للميادين بأن حرس الثورة يقف وراء استهداف السفينتين الإسرائيليتين في الرابع من الشهر الحالي ردا على اغتيال قادة في محور المقاومة رسالة مفادها أن إيران ليست مردوعة ورفعت بتحركاتها العسكرية الصوت أمام أساطيل أمريكا وقواعدها في المنطقة في ضوء المعلومات التي تحدثت عن رفع أعداد قواتها في سوريا والعراق وهو ما جددت إزاءه الحكومة العراقية التأكيد بضرورة مغادرة قوات التحالف العراق فاصل قصير ونعود ابقوا معنا من جديد أهلا ومرحبا بكم صوت البرلمان الأوروبي لمصلحة قرار لوقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع قرار البرلمان الأوروبي حظي بأغلبية 312 صوتا وأعربا عن القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين قصرا محذرا في الوقت عينه من تبعات عنف المستوطنين في الضفة الغربية كما أكد القرار دعمه عمل محكمة العدل الدولية وأهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف إلى استئناف المسار السياسي إن تدمير الكامل لغزة وتسوية كل شيء بالأرض لن يجلب السلام أو العدالة إلى المنطقة ولن يجعل إسرائيل أكثر أمنا يجب أن تتوقف إراقة الدماء الآن ويجب السمح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى قطاع غزة كله على نحو عاجل ويجب التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وهو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يمهد الطريق لأي حل قابل للتطبيق إن عدد الضحايا المدنيين في غزة بما في ذلك نسبة كبيرة جدا من الأطفال أمر غير مقبول إن حماية المدنيين ذات أهمية قصوى على إسرائيل أن تبذل جهدا أكبر لممارسة أقصى درجات ضبط النفس إن احترام القانون الإنساني الدولي أمر حتمي وغير قابل للتفاوض أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش أكد أن الأخيرة يجري اتصالات حثيثة من أجل وضع حد للمآسي والمحن الإنسانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ينصب اهتمام الأمين العام حاليا على تحقيق وقف إنساني لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن وعلى إدخال مزيد من المعونات الإنسانية من دون عرقلة وعلى الإطلاق غير المشروط لجميع الرهائن وهو يدفع في هذا الاتجاه في كل اللقاءات التي يجريها وسوف يواصل العمل في هذا الشأن إننا نريد أيضا إبصار نهاية للعنف ثمت كثير من الأطل القائمة لكننا نرغب في رؤية التزام الأطراف المعنية لأن تنحو نحو هذا الهدف ومن ثم نختار الإطار الأفضل وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام سوف يخاطب اجتماع مجلس الأمن المقبل حول فلسطين قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف إن الولايات المتحدة الأمريكية ترعى سياسة عدم بناء دولة فلسطينية وفي مؤتمر صحفي أكد لافراف أن ذلك يزيد من تهديد الأمن والسلام في الشرق الأوسط سبعون عاما من وعود الأمم المتحدة ببناء دولة فلسطينية لكن لم تبنى الدولة بعد لا بل حتى الفرصة لبنائها مع دومة وهذه السياسة ترعاها الولايات المتحدة التي تحتكر المبادرات في الشرق الأوسط وكل تأخر في بناء دولة فلسطينية يزيد من الصعوبات في حفظ الأمن والسلام ونلاحظ أن بيدون وكلينتون يتحدثون عن بداية العمل لإقامتها لأنهم يعرفون أنه بدون ذلك لا مجال للتهدئة الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي كشف في حديث إلى الميادين أن الرئيس السوري بشاري الأسد أكد أن بعض الدول العربية أقر بأن الأمريكيين تجار وليسوا حلفاء ألفت حجازي إلى حماسة مناصرين للحزب لمساندة المقاومة مع الأعلان عن الجناح المسلح أو مقاربة لدى الرئيس الأسد تقول أن جزء كبير من الدول العربية التي كانت في موقع الخصم لنا تقول اليوم بأننا اكتشفنا كما أنتم اكتشفتم مسبقا أن الأمريكيين ليسوا حلفاء الأمريكيين هم تجار هذا توصيف بحرفيته وبالتالي هذا يدلل على أننا نحن مقبلين إلى مرحلة مختلفة وأريد أن أكشف أننا في اللحظة التي أعلننا فيها عن جناح مسلح اسمه قوات البعث مش فقط رفاق لبنانيين حتى رفاق سوريين موجودين في لبنان البعض يعتقد أنهم ابتعدوا عن القضية الفلسطينية أو نجحوا في إبعادهم ربطا بالحرب في سوريا كانوا متحمسين إلى أن يكونوا جزء من هذه القوات وأن يحضروا في جنوب لبنان إلى جانب المقاومة الأمين العام لحركة الشعب في تونس زهير المغزاوي رأى أن اليوم التالي للحرب لا يهم غزة فقط بل يهم الإنسانية كلها وانتقد في مقابلة مع الميادين النخبة العربية التي لا تقيم وزنا للأمن القومي العربي نحن ابتلينا بنخبة لم تعد ترى أهمية للأمن القومي العربي هذه نخبة تعتقد أنها يعني بعيدة عن هذه المعركة وبعيدة عن نيران العدو الصيوني على فكرة هذا العدو الصيوني قسف في تونس قسف سنة 85 في تونس قتل قادة من قادة المقاومة في تونس قادل الشهيد محمد زواري في تونس هذا العدو كان يتداه طويلة ويصل إلى كل عاصمة من العاصمة العربية لا أعتقد أنه اليوم أي حاكم غربي أي زعيم من زعماء الغرب قادر أن يتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وهم يمنعون الناس حتى من التظاهر وهم يمنعون الناس حتى من التعبير عن أرائها وهم يمنعون الناس حتى من نشر فيديوات على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي ما أهمية ودلالات ما كشفته مصادر خاصة للميادين عن استهداف حرس الثورة في إيران السفينتين الإسرائيليتين في الرابع من الشهر الحالي نتابع في التقرير الآتي لأحمد البحران استهداف السفينتين الإسرائيليتين في مياه المحيط الهندي فالرابع من كانون الثاني يناير الجاري رسالة إيرانية واضحة المعالم لإسرائيل بدخول المواجهة معها فصلا جديدا وبأنها تدعم كل هجوم يطال السفن التابعة لكيان الاحتلال نصرة لفلسطين من أي طرف كان من أطراف المحورة موقف يأتي في إطار الصراع الإيراني الإسرائيلي المفتوح عينما نشعر أن أمننا القومي مستهدف نتخطى الحدود الجغرافية ونضرب الجهة التي تستهدفنا قوتنا البحرية كذلك تؤدي المهمة نفسها والجمهورية الإسلامية نفذت هذه العملية ضد إسرائيل وتبنت ذلك على لسان مصادر موثوق بها رد حرس الثورة الإيراني جاء على سلسلة اعتداءات واختيالات طالت رموزا بمحور المقاومة في مقدمتهم كبير مستشاري إيران في سوريا رضي موسوي والقيادي في حركة حماس صالح العروري وقادة آخرون في حزب الله وفصائل عراقية فالقاسم المشترك بينهم أنه من رموز المقاومة والمقاومة ملتزمة بوحدة الساحات والجبهات وبالانتقام لدماء شهداء غزة هي رسالة واضحة لكيان الصهيوني بأنه إيران حاضرة في هذه الجبهة لا يمكن للعدو الصهيوني أن يستمر في هذا العدوان العملية الإيرانية تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني من مواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة هدفها وفق الرؤية الإيرانية إرباك حسابات إسرائيل والولايات المتحدة طالما العدوان على غزة مستمر يتخذ الصراع الإسرائيلي الإيراني مسارا تصعديا مع امتداد المواجهة إلى البحارة واقع جديد تفرضه الجمهورية الإسلامية إلى جانب معادلة إقليمية جديدة ترسمها المقاومة على امتداد المنطقة أحمد البحراني طهران الميادين أطلقت إيران مناورات المدافعون عن سماء الولاية 1402 بدورتها الخامسة للدفاع الجوي وهي مناورات واسعة لقوات الدفاع الجوي على طول الساحل الجنوبي المتحدث باسم المناورات العميد قادر رحيم زادة قال إن التدريبات تجري بمشاركة منظومات دفاعية جديدة ووحدات مختارة من الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية وستقام على مساحة 600 كيلومتر تمتد من عبادان إلى تشابهار لتشمل سواحل الخليج إلى مياه خليج عمان وستشارك فيها عشرات الطائرات المسيرة وطائرات حربية وفي الأخبار الدولية أيضا أعلنت بيونج يونج أنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء ردا على مناورات بحرية مشتركة أجرتها واشنطن وسيول وتوكيو هذا الأسبوع بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية وزارة الدفاع الكورية الشمالية قالت في بيان إن هذه التدريبات هددت بشكل خطير أمن كوريا الشمالية وأضافت أنه ردا على ذلك أجرت بيونج يونج اختبارا مهما على نظامها للأسلحة النووية تحت الماء ختم هذه النشرة مشاهدين من شمال قطاع غزة فمن أجل التخفيف عن أطفال شمال القطاع ينظم أحد الفرق التطوعية في أحد مراكز الإيواء ثقرات دعم للأطفال النازحين في محاولة للتخفيف من الضغط النفسي الذي يعانونه بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع التفاصيل مع زميل محمود العواضية يحاول المهرجون هنا في أحد مراكز الإيواء أن يخرجوا الأطفال من جو الكبت والحرب الذي عاشوه على مدار أكثر من مئة يوم فالاحتلال الإسرائيلي قتل عوائل هؤلاء الأطفال وحرمهم من آبائهم وأمهاتهم فهؤلاء الأطفال معظمهم إما أبناء شهداء أو أبناء أسرى اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي من هذه المدرسة اليوم إحنا بمدرسة خليفة عملنا فعالية للتفريغ ودعم نفسي للأطفال بعد مئة يوم من المعاناة والحارب والدمار كان نواجب علينا أن نعمل هذه الفعالية للتفريغ عن هذول الأطفال ودعمهم وخرج الأطفال من بيعة الحرب إلى بيعة الرفاهية والطنان لأن هذا الطفل بناء على الحرب وبناء على التدمير وبناء على بيصير فهو بيصير عنده تبول لأراده بيصير في الليل يعني يكفز من نوم وبيصعد من نوم هذا كل سبب هو الحروب الإسرائيلية وحروب الدار في هذا المكان وإحنا نطلب من الجهات المختصة أو من الجهات المهتمة في الأطفال أنه مدهم هو هيك أطفال أراد الاحتلال من خلال اقتحامه لتلك المدرسة التي يترفه بها أولئك الأطفال ويفرغ عن أنفسهم بعد مئة يوم من الحرب أن يطفئ الفرحة في عقول وقلوب هذا الجيل ولكنه سيبقى محافظا على إرثه وإرث أجداده لتبالي يا غزة وتحلي بالعزة وتحدي كل حصار ساعة كانت كفيلة بأن تسي هؤلاء المكان معاناة أكثر من مئة يوم من العدواني على شمال قطاع غزة ساعة طرغوا فيها بوقاتهم التي حرمهم منها الاحتلال الإسرائيلي محمود العوضية شمال غزة الميادين وفي شمال قطاع غزة ايضا ارتقى سبعة شهداء على الأقل فجر اليوم بغارة على شقة سكنية قرب مجمع شفاء في مدينة غزة وأظهرت مقاطع فيديو محاولة إنقاذ محاصرين في شقة سكنية استهدفها الاحتلال في غاراته بجوار مجمع شفاء إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختم هذه النشرة ولكن دائما للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والانجليزية والإسبانية هذه النشرة انتهت ولكن التغطية مستمرة ابقوا دائما مع الميادين